انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الثالثة انطلقت اليوم من خلال عملية التصويت المبكر التي تسبق يوم الانتخاب المقرر في الثالث من أكتوبر المقبل. انتخابات تضع دولة الإمارات العربية المتحدة على طريق الديمقراطية والمشاركة الشعبية في النهوض بالدولة وبناء المجتمع. الانتخابات الجديدة هي الثالثة بعد انتخابات 2006 وانتخابات 2011 لتترجم عمليا قرارات رئيس الدولة بتشكيل اللجنة الوطنية للانتخابات في عام 2006 نحو خطة التمكين السياسي. المجلس الوطني الاتحادي الذي عقد أولى جلسته في فبراير عام 1972 يعد السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس البنصص عليها في الدستور. وهي المجلس الأعلى للاتحاد ورئيس الاتحاد ونائبه ومجلس وزراء الاتحاد ثم المجلس الوطني الاتحادي فالقضاء الاتحادي. ويتشكل المجلس من أربعين عضوا يتوزعون على الإمارات السبع حيث ثمانية مقاعد لإمارة أبوظبي ومثلها لدبي. فيما لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة ستة مقاعد لكل منهما وإمارتي عجمان والفجيرة وأم لقوين أربعة مقاعد لكل منهما. ويتم انتخاب نصف أعضاء المجلس بينما يتم تعيين النصف الآخر. وذلك منذ عام 2006 مع بداية تطبيق المرحلة الأولى من برنامج التمكين لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رئيس الدولة. وتستمر مدة العضوية في المجلس بعد إدخال التعديلات الدستورية أربع سنوات بدلا من سنتين. الإمارات التي أبهرت العالم في التنمية والتطور تخطو اليوم خطوتها الثالثة نحو التمكين السياسي والمشاركة الشعبية في إدارة البلاد.